وكرامة الأمة تصريحات نور المالك رئيس الوزراء الأسبق الذي تعهد فيها باستعادة هيبة الدولة التي أسقطها الفوضويون والخارجون عن القانون جاءت قبل ساعات من تفجيري بغداد وسقوط أكثر من 140 ضحية بين شهيد وجريح الصدفة الغريبة التي جامعت التصريح مع حادث التفجير أعادت إلى الأذهان أيام فترة حكم المالك الحافلة بالتفجيرات والمفاخغات ولم تغب عن أذهان العراقيين الأيام الدامية ففي التاسع عشر من أغسطس 2009 كانت مجموعة من سبعة تفجيرات منظمة بالسيارات في العاصمة العراقية بغداد أسفرت عن مقتل 96 شخصاً وإصابة 565 آخرين ويتذكر العراقيون جيداً كيف أن المالك كان يطلق على جيش المهدي الجناح المسلح للتيار الصدري إبان صولة الفرسان لقب الخارجون على القانون مصادر سياسية كشفت أن المالك يتعكز على العلاقات الجيدة التي تجمعه مع الرئيس الأمريكي بايدن قاصة دعمه لتولي المالك رئاسة الحكومة لفترة ثانية والذي من المتوقع أن يغير من سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق وأشار مقربين من رئيس اتلاف القانون إلى أن المالك سيسعى لنيل دعم صديقه بايدن للعودة إلى منصب رئاسة الوزراء بعد الانتخابات خصوصا أن إيران الطرف الإقليمي المؤثر في العراق تعد من أكثر الداعمين لإعادته لسدة الحكم مجددا ولا تزال عين المالك على السلطة معتمدا على فصائل المقاومة الولائية القريبة من إيران والتي تربطه بها علاقات وطيدة المالك الذي حكم العراق بين عامي 2006 و2014 وشهدت فترتي دورته الانتخابية مزيدا من التدهور الأمني والانهيار ختمها بسقوط مدينة الموصل بعد اشتياحها من قبل داعش والحالم بالعودة إلى كرسي الحكم قد يفعل أي شيء من أجل تحقيق حلمه